بجدد التحية على كل المشاهدي برنامج صناع القرار وفقرة جديدة مع المهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعب السيارات برحب بحضرتك جداً بشمانس أهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً شفنا الفترة اللي فاتت موضوع توحيد سعر الصرف وكانت الأسعار في مصر كان دايماً بيقولون أن أسعار السيارات الناس عاملين لها تسعير من الدولار يساوي 60 و 70 جنيه دلوقتي سعر الدولار بـ 47 لكن على رغم من كده ما شوفناش الخفاض في أسعار السيارات إيه السبب وراء هذا؟ السبب أن الموضوع لسه جديد يعني الاستقرار بتاع أو التحريك بتاع سعر الصرف لسه جديد فالموضوع لازم هياخد وقت يعني أنا في طاقة كوي تلات شهور ثلاث شهور مع الاستمرار الوثيرة لسعر الصرف عليها دي دلوقتي أكيد لازم الأسعار هتخلص لأن إحنا كشعب إنتم توقعها يبقى تنخفض بمعدل أدئيين مساء مش موانس بس إحنا يعني درسنا الموضوع في شعب السيارات ولقينا أن العربيات اللي هي الحد 1600 سي سي ديها تنخفض بنسبة حوالي 22% العربيات الـ 2000 سي سي ديها تنخفض بنسبة حوالي 14% و 12% المفاجأة هنا بقى في العربيات الكهروة العربيات الكهروة المفروض إن هي تنخفض بنسبة 25% ودي أعلى نسبة انخفاض أكتر من البنزين أكتر من البنزين أوكي السبب السبب إن هي الضرائبة اللي عليها بس اللي هي كدريبة الكويمة المضافة الـ 14% فبتقدر وطبعا تقدر تستوردها من أي مكان مش مرتبط بس بالدول اللي أنت يعني عامل اتفاقيات تجارية معاها يعني تقدر تستوردها من الصين تقدر تستوردها من أمريكا تقدر تستوردها من أي حتى وبتدفع نفس اللي هي النسبة اللي هي الـ 14% بس فطبعا الجزء الكبير من سعر العربية انخفض أنت شايف إزاي موضوع العربية الكهرباء هل هي فكرة نجحة ولا المفروض الألية اللي تساعد على نجاح العربية نفسه لسه مش متوفرة بالشكل الكابل طيب هو كعربية كهرباء طبعا الفكرة نجحة جدا وده المستقبل في العالم كله في العالم كله بس يعني الفكرة عندنا داخليا أنه نحن يعني هي الألية اللي حضرتك ذكرتها أنه نحن الألية اللي الناس شغالة بيها دلوقتي في السوق مش كافية أن هي تعمل الانتشار بتاع العربية الكهرباء فإحنا كقطاع خاص يعني فكرنا أنه نحن نشوف إيه الحلول وندرس الثقافة بتاعت المستهلك أو الطريقة اللي المستهلك بتاع العربية الكهرباء بيتعامل بيها ونوجد حلول للانتشار وخصوصا أنه نحن عندنا يعني فرق كبير قوي 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 في ما بين العربية الكهرباء والعربية البنزين سواء في التكلفة التشغيل أو تكلفة الصيانة فهي عربيات نكحة 100% بس الفكرة زي ما حضرتك ذكرت الألية بتاع التنفيذ الدخولها لسوق لازم تكون مختلفة شواليا يعني التوعية نقدر نقول مش موجودة عند المستهلك المصري بالنسبة لعربية الكهرباء؟ بالضبط يعني أول حاجة يعني حاجة من الحاجات الأساسية فيها هي التوعية يعني برضو يعني يعرف الموضوع لسه جديد فالناس لسه مش مستوعبة يعني يعني عربية الكهرباء في معلومات مغلوطة كتير قوي يعني سواء من النسبة الشهر يعني كنت أسمع أن البطارية ممكن تنفجر يعني هي ممكن تنفجر بس إزاي يعني تحت آلية إيه مع المطور برضو البنزين ممكن ينفجر يعني نفس الفكرة يعني نسبة الانفجار هنا هي نسبة الانفجار هنا بس يعني الآليات بتاعة التشغيل بتاعة العربية الكهرباء أفضل بكتير من العربيات البنزينية شايف افتتاح فتح الاستراد للسيارات شايفوا إزاي الفترة الحالية وهل ليه أولوية في الزل الظروف الاقتصادية الصعبة لمصر بتواجهها؟ ده سؤال حلو قوي يعني لو يعني هتسألني عن رأيي نحنا المفروض لو هنفتح الاستراد السيارات ان احنا نسمح باستراد السيارات الكهرباء المستعملة زي ما كان مسموح به قبل كده من 2019 لـ 2022 ده هيساعد كتير جدا على انتشار العربية دي في مصر وفي نفس الوقت تكلفة العربية دي النهاردة يعني النهاردة ممكن تلاقي عربية كهرباء بـ 10,000 دولار وبتمشي رانجو 500 كيلو ده ما كانش موجود قبل كده فالنهاردة بقى في مساحة يعني العربية اللي بعشر تلاف جو دولار جديد جديدة يعني اخصم منها 30% من سعرها ان انت تقدر تجابها مستعملة فبقيت عربية يعني يقدر المستهلك العادي يقدر ان هو يشتريها بس برضو شرع العربية الكهرباء لوحده مش ده الحل الحل لازم يكون فيه يعني اللي هي زي ما بنقول كده يعني لازم يكون اللي بيعرض العربية يكون عنده الحلول بتاعة الشح ويكون عنده الحلول بتاعة الصيانة يكون عنده الحلول بتاعة قطع الغيار علشان المستهلك يسق او يتطمن ان هو يشتري عربية كهرباء يعني في الوقت الحالي الناس تشتريه ولا تأجل الشارع كمان شوية لغاية لما الدولار ينزل كمان للمعادلات اللي موجودة في التقارير الدولية انت شايف ازاي؟ هل الوقت الحالي هو اللي نشتري فيه ولا نأجل القرار؟ لا نأجل القرار نأجل القرار؟ نأجل القرار ده رد صريح ومباشر يعني يعني ممكن يكون يكون فضاد مصلحاتنا بس يعني دي الحقيقة المطلقة يعني لغاية لما نشوف أفرس أو عروض من الشركات؟ وعايز أقولك أن الشركات ابتدت يعني عندنا نهاردة بعض البرندات نزلت الأسعار بتاعتها بشكل يعني ملحوظ وشكل كبير ولسه الموضوع هيستمر زي ما بقول لحضرتك لمدة 3 شهور بيكون فيه استقرار أكيد سعر العربية هينزل طيب بالنسبة لحضرتك شايف المبادرة اللي هي كانت أطلاقتها الدولة المصرية فيه استورد عربية من الخارج المبادرة المصرية شايفها ازاي المبادرة دي؟ هل نكحت؟ طبعا المبادرة نكحة جدا جدا لسبب أنها أول حاجة خدمت يعني أو وفرت احتياج عند أخواتنا المختاربين لأنك ما كانش الفرصة دي متاحة ليهم قبل كده أن هم يقدروا ينزلوا عربية مستعملة تاني حاجة الدولة استفادت أنها عملت الحصيلة الدولارية اللي هي هتترد بالجنيه المصري بعد خمس سنين وحصلت في توقيت كان خطير جدا أنه كان فيه بالفعل نقص كبير في المعروض في المعروض في السوق المصري فده برضو يعني لا يعني عمل دفعة للسوق شوية أنه حرك السوق شوية أن فيه عربية مستعملة جات بتاعة المختاربين فطبعا كانت هايلة جدا جدا يعني فكرتك أو مشروعك اللي حالتك كلمت معنا فيه اللي هو استورد عربيتك بنفسك الفكرة دي إيه أهدفها شايفها عايز توصل بيها لإيه إيه مميزاتها وتهتفرق إزاي مع المواطن وهو بيستورد عربيتك خصوصا أنه احنا بندفع ملايين ومناخد أبشنز قليلة جدا فوقت أن الملايين دي لو حاولتها كدولار وروح تشتريه العربية من البلد الأم لو من ألمانيا أو من أمريكا هلاقي أنه أنا بشتري العربيتي هنا في مصر أغلب كتير مزبوط فالفكرة هنا فيه الفكرة أن احنا كشركات استراد عملنا حلقة وصل ما بين المستهلك المصري والمصنع المنتج مباشر يعني إيه خلينا المستهلك المصري النهاردة بدل ما كان بيروح الوكيل أو موزع أو معرض عربيات أن هو يشتري عربيته طبعا يعني للثلاث شخصيات كل الحرية أن هم يحطوا هامش الربح بتاعهم يعني دي حاجة تجارية بحتة أن احنا خلينا الموضوع شوية مختلف أنه هو يبقى أن أنت تقدر توصل للمصنع المباشر للمصنع المباشر تختار الابشن اللي أنت عايزه لأنه برضو هنا الناس لما بتيجي بتجيب بتجيب مثلا ثلاث فئات أو أربع فئات مع أن الموضوع دلوقتي يتغير تماما أنت النهاردة تقدر تشكل العربية زي ما أنت عايز تشيل الابشن اللي أنت عايزه وتحط الابشن اللي أنت عايزه فبتقدر أن أنت تعمل عربية على حسب احتياجاتك وبالسعر اللي ينصبك طيب أنت هنا بتعمل إيه رقم واحد بتجيب العربية بسعرها الحقيقي من المصنع المباشر تاني حاجة بتقدر أن أنت يعني تستوردها على اسمك مباشر فالفرق بتاع هامش الربح اللي أي حد ممكن يعمل القصة دي بدأ لك ويعمله بيروح وبيبقى في الشعب هامش الربح إيه؟ ده الرجل بياخد أوفر بمليون واثنين مليون ويعيني لما تيجي أنت تشتري ومعاكل الفلوس بتاعتك جانت تشتري العربية فوت عليها كمان ست شهور حضرتك عايزها دلوقتي هتدفع مليون جنيه يعني أنا كلمة هامش الربح ده مش هامش الربح ده بيسلخ المواطن بس يعني أنا متفق معيك بس هو برضو عنده مخاطر تانية يعني ممكن تخليه هو اللي يعمل الكلام ده طيب عملنا إيه؟ هدفنا من إن إحنا ننشئ يعني موضل زي ده أو فكرة زي استورد عربيتك بنفسك إن إحنا نقضي على الكلام ده نقضي على فكرة الأوفر برايس ما فيش حاجة اسمها أوفر برايس ده سعر العربية في المصنع وده السعر اللي حضرتك هتدفعه ده سعر نقلها وشحناها تعرف إن إنت حضرتك تلغي الأوفر برايس ده معناه إنه كام شركة أو كام وكيل أو كام تاجر عربيات بالفكرة دي هتقضي على هامش ربحه بس يا المفروض تبقى يعني بدل ما تقضي على هامش ربحه تنزله المعقول بدل الأرقام يبقى هامش ربحه الأساسي كام بقى؟ يعني من وقع خبرتك وحداتك خبير في المجال ده أنا أعتقد إنه هامش الربح من 20% إلى 25% ده اللي بيتحطي يعني بس الفكرة برضو إن أنت عندك عوامل تانية بتأثر اللي هي طبعا زبزبة السعر بتاع السعر في السكورس أنا معايك اللي زبزبة السعر تمام أنا مش بس مش عايز إن أنا يعني أحط الناس في حتة مش بويسة أنا مش مش أزف كده لأ لأ أصل النهاردة لما نقول زبزبة سعر حت 5% حت 6% لكن النهاردة لما الدولار يكون في السوق كان وصل 50% و60% ومنطقة حتت 75% و80% ده كان غير منطقي ده كان غير منطقي خالص ده كان غير منطقي فالنهاردة أنا بسأل سؤال هل بقى إحنا بالتحركات اللي حضايك بتعملها أو بالمبادرة اللي حضايك بتعملها أو الناس ابتدى يبقى عندها وعي أو إدراك بالسعر الحقيقي للسيارة هل ده معناه إن الناس دي هتتراجع عن سلخ ومصر على كلمة سلخ المواطن إن أنا أخد أدفع حاجة تمن أغلى من سعرها في بلد الأم باوبشنز أقل بكواليتي أقل بهورس باور بإنجل ضعيف بي 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 لازم تتراجع ليه؟ لأنه هيبقى فيه معروض أقل من المعروض بتاعه يعني هي دي كلمة السر العرض نسبة العرض قدية اللي عمل برضه يعني حاجة من اللي عملت الحاجات اللي عملت الأوفر برايس هو قلة المعروض فالنهاردة لما يكون عندك فرصة إن أنت تاخد المعروض اللي موجود في أوروبا أو يعني تقدر أن أنت تشتري من المعروض المعروض اللي موجود في أوروبا أنا حاولت أن أخطيها من البعض أكيد بص يعني زي أي سوق يعني بيبقى في بعض المستغلين ده أمر طبيعي جدا فالدولة عملت إيه؟ عملت قانون حماية المنافسة وحماية المنافسة حماية المستهلك فيعني الدولة برضه تدخلت في الموضوع بشكل عملت قانون بيسمح أن بلتعامل بكله يعني شركة المستوردة زيها زي الوكيل زيها زي الموزع كله يقدر يستخدم نفسه الحقوق وما فيش حد يقدر ياخد مصلحة لي أو حاجة لي ما ينتفعش بيها الغير فاللي حصل دلوقتي أننا بوجودنا كشركة استراد أننا بنوفر للعميل العربية بالسعر الحقيقي بتاعها بالأوبشن الحقيقي بتاعك؟ بالأوبشن اللي هو يختاره يعني مش بس الأوبشن الحقيقي يعني أنت النهاردة كتير من الناس مثلا وليكن يعني وليكن ما بتستخدمش فتحة سعر بس النهاردة لما بيجي مثلا الوكيل أو بيجي يستورد عربية أو بيجي يجيب عربية لازم يجبها بالفتحة السقف وبيدفع المستهلك تمانها طب أنا مش عايزها يعني يعني وهكذا في أوبشنز كتير يعني في ناس بتبقى مثلا أوبشنز موجودة في العربية الوكيل ما بيجيبهاش لأن شايفها مش هتبقى متناسبة مع جموع الناس فلا تقدر أن انت تختار طب إيه المعوقات اللي كانت بتواجهها؟ أن أنت النهاردة تقدر تحلها وتبقى أكتنج أزل وسيط ما بيني وما بيني الشركة؟ أكبر معوك الموجود هو التعامل مع المصانع ذات نفسها يعني أنت كمواطن عادي مش هتقدر أن أنت تدخل للمصنع وأن أنت تتعاقد معاه بشكل مباشر لازم حد في النص يعني ليه شك تجاري في النص فده إحنا اللي قمنا به إن إحنا دخلنا للمصنع عملنا معاه يعني بروتوكول تعاون ونقدر إن إحنا ندي للعميل بتاعنا العربية بسعر المصنع بيخش على الموقع الرسمي بتاع الشركة يصمم العربية بالشكل اللي هو عايزه بيدينا التصميم وإحنا بنطلبه له من المصنع طيب إيه معوك التاني؟ الدرائب المحلية في بلد الاستيراد وإيه حاجة برضو إحنا قدرنا إن إحنا نتقلب عليها إن إحنا عافينا المستهل أو العميل بتاعنا من أي الدرائب المحلية لإن كده كده تجيب تبقى دريبة مؤقتة وبتسترد مرة تانية فبدل ما نحمل هالو لأ إحنا تحملناها إحنا ومولنا هالو إحنا بحيث برضو إن إحنا نوصل طيب أنا لو اشترتها واسترت من خلال حضرتك أو من مع نفسي السؤال هنا الضمان هل أنا انترناشنل جارانتي يعني هل أنا عندي ضمان دولي ولا الضمان بتاعي دعمل إزاي ولا هم هيوفقوا عليه ولا مش هيوفقوا عليه فكرة الضمان إيه؟ طيب دي دي السؤال مهم جدا في طبعا يعني التوكلات الكبيرة المحترمة لا دي بتتعامل مع الضمان الدولي بشكل يعني عادي جدا وبتقبل العربيات في الضمان وبتقدر إن هي تصينها وتضمنها دي ما فيهاش أي مشكلة بس في بعضا طبعا التوكلات يعني أقل حجما بيتعنتوا شوية بس يعني برضو في النهاية لازم هيستأسلم للأمر يعني إن هي في النهاية العربيات أو معظم النهاردة البراندات بقت بيطلع ضمان دولي ليه؟ لإن العربيات دلوقتي انتاجها كان زمان ممكن الانتاج بيبقى مختلف لإن الانتاج بيبقى للمناطق على حسب درجة الحرارة من 2016 لما بقيت درجات الحرارة بتبقى مختلفة لتصنيع اختلف إن هما بقى بيعملوا العربيات متناسبة لكل الأجواء فعشان كده قدرت الشركات الكبيرة إن هي يعني تدي الضمان لكل يعني الضمان العربية بتاعتها في كل الدنيا لأنها كده كده متناسبة لكل الأجواء أنا هاخد كلمة تصنيع من حضرتك والنهاردة بنشوف المغرب بتاخد كامبران نيم وبتبني مصنع وهي اللي بتصنع وهي اللي تأمل كل حاجة وبيتسهب من رجلنا إحنا الريادة في المجال ده هل انت شايف إن احنا لازم فعلا التفكير بتاعنا في سوق السيارات يتغير ونبتدي فعلا يبقى عندنا الهاي تاك وعندنا الليبر أو الإعمالة اللي عندها النوهاو بتاعت البزنس شايف حضرتك الصورة إزاي خصوصا التنفس بقى في الشرق الأوسط بقى قوي جدا حلو إحنا يعني طبعا إحنا كدولة النهاردة يعني في خطط استراتيجية كبيرة قوي للتصنيع بالعربيات وخصوصا العربيات الكهرباء بما إنها المستقبل الفكرة برضو هنا فين إن العربية الكهرباء أو العربيات يعني علشان نقدر إن إحنا نتكلم في تصنيع أنت محتاج أول حاجة لسوق المحلي يكون حجمه منتناسب معكمل تصنيع يعني ما فيش مصنع يجي يصنع لك مئة ألف عربية يعني دع رقم قليل 109 مليون لو قلنا إن إحنا اللي هم الناس اللي معهم فلوس 10% دي إحنا قدي دولة طب ما تخلينا نتكلم بشكل مختلف إحنا النهاردة كان عندنا اجتماع في شابة السيارات سنة 2010 كان المستهدف لسنة 2015 أن يكون تداول 500 ألف عربية ولسنة 2020 يكون مليون عربية إحنا محققناش الكلام إحنا أكبر رقم وصلنا له كان 390 ألف عربية حاجة مش مشجعة خالص لأي حد إنه هو يجي ويصنع ده في السنة 390 في السنة في السنة يعني المستهدف لـ 2020 كان مليون عربية في السنة فإن إنت أكبر رقم وصلت له كان في 2021 ده كان 390 ألف يعني رقم طب إيه أسباب الترابع كده عرغم إن إنت سوء يعني فيه طلب غير طبيعي يعني هذكر لحضرتك نقطة كده مهمة إحنا عندنا كل اللي موجود في سوق السيارات 5 مليون ومئة ألف عربية يعني لكل 20 مواطن عربية المتوسط العالمي لكل 5 مواطنين عربية فإنت عندك فرق رهيب قوي قوي بين المتوسط العالمي والحالي اللي عندك في الدولة طيب نرجع لنقطة الاستراد واستراد العربيات الكهرباء اللي هتشجع إنها يضغطي لك الجاب ده بدل ما بعربيات بنزين بتضغط على المحروقات لا بعربيات كهرباء بتبطاقة نظيفة بس زي ما اتفقنا لازم القطاع الخاص ويعني وأنا على رأسهم يعني إن احنا نوفر حلول للمستعلك لازم نوفر حلول للمستعلك لازم نقيم مراكز الخدمة لازم نقدر إن احنا نوفر له القطاع الغيار المناسبة ليه والأهم من كل ده نقطة الشحن إن نقطة الشحن الحالية لا تكفي إن انت تغطي الجاب الكبير ده عندك بإن أنت تبدله بعربية كهرباء مع يعني ترسيخ الثقافة بقى يعني ترسيخ ثقافة العربية الكهرباء بزيادة الوعي بالضبط بزيادة الوعي إن الناس محتاجة تفهم يعني عربية كهرباء بتشتغل إزاي بتتساء إزاي بتتشحن إزاي يعني عايز أقول لك إن تكلفة الصيانة بتاعة العربية الكهرباء تكاد تكون معدومة يعني مقرنة بالعربية البنزين يعني عايز أقول لها العربية البنزين دي عربية مكلفة جداً جداً يعني أصاد عربية كهرباء يتبع عربية مكلفة جداً مهما كانت عربية اقتصادية يعني مهما يعني لو جدنا أكتر عربية بنزين اقتصادية أصاد أعلى عربية كهرباء يعني مفيش وجه مقرنة فالناس لازم تفهم الكلام ده وتستوعبه برضو فيه التخوفات بتاعت ان البطارية كلها بتبوز ومحتاج ان انا اجابها والبطارية دي سعرها يعني كبير قوي من سعر العربية الكلام ده مش حقيقي اللي بيبوز من البطارية قطعة بتتغير بس يعني مش بحتاج ان انت تتغير البطارية كلها انت بتغير قطعة بس فعني الناس محتاجة تفهم الكلام ده شو هندس امير احنا يعني اعتقد يعني الحلقة مش هتكون كفاية احنا هنكون محتاجين حلقات وحلقات عشان نتكلم راح لها اعتقد انها من اهم الصناعات اللي موجودة يشرفني يا فاعمة احنا نشكر المهندس امير هلالي رئيس لجلة المستوردين بشعب السيارات على وجوده معانا النهاردة شكرا بشمهند Jungle أشكراك أشكراك النهاردة كنا في اختام حلقاتنا كنا في لقائين من اهم اللقاءات اللي موجودة اتكلمنا على رأس الحكمة اتكلمنا على ما بعد رأس الحكمة اتكلمنا على سوق السيارات اعتقد ان السوق المصري محتاج حلقات وحلقات عشان نتكلم فيه بلغة الاقتصاد مش بأي لغة تانية نشكركم ونلقاكم في حلقات رجيدة من برنامج صنع القرار